مع تعاقب الأيام تتكشف حجم المأساة التي خلفتها حرب الميليشيا في اليمن تقرير حديث للأمم المتحدة أكدت فيه مقتل أكثر من أربعة آلاف مدنيين فيما أصيب حوالي سبعة آلاف آخرين منذ مارس 2015 وفق ما جاء على لسان السكرتير الصحفي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل إلى ذلك ذكرت منظمات أممية بأن الوضع الإنساني في اليمن بات بحاجة إلى خطة استجابة عاجلة لمساعدة الناس في اليمن حيث ذكرت تقرير أنهم بحاجة إلى ما يقرب من ثمانمائة وثمانين مليون دولار من أجل توفير الخدمات الإنسانية للمتضررين حسب ما جاء على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين ويعاني اليمن منذ انقلاب الميليشيا على صنعاء أوضاعا كارثية ما تسبب في غياب الخدمات الصحية وزيادة أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية في الوقت الذي يقبع ما يقرب من ثمانين في المائة من السكان تحت خط الفقر وضع تحاول الأمم المتحدة ومنظمات أخرى تخفيف منه في وقت تشكو فيه أيضا من غياب التمويل اللازم لتغطية تكاليف ذلك اشتركوا في القناة